وأعتقد أن النهاردة الناس كلها مبسوطة، الناس كلها سعيدة لأنه زي ما بيومي قال أن الموضوع كان ما قبل المباراة ألأ كبير جداً ولكن ما بعد المباراة قد إينا دي الأهلي بمن حضر فعلاً يعني اتضح أن في بعض المقولات الفشينك زي ما يقول لها مقولة إيه ليس كل ما يعرف يقال عارفين هالمقولة دي؟ معلش رسول المقولة دي عملا لي هسهس في دماغي نحن جايين لقول النهاردة المفروض يقال بقى المفروض يقال بقى في حاجات بتطلع في شينك وفي حاجات بتطلع كويس مقولة الأهلي بمن حضر دي تدرس في المناهج بصراحة بعد اللي بيحصل ده دي واحدة من المباراة التاريخية اللي هتبقى دليل على عظمة النادي الأهلي وروح النادي الأهلي إمكانك كنت مبرح محضراتك وقلت لحضراتك محتاجين حاجتين في المباراة دي محتاجين تنظيم من المدرب ودل حصل أن المدرب يكون منظم وروح من اللعيبة الجمهور الجمهور بصراحة جمهور الأهلي النهاردة في المتش عملوا دور مهم جدا كفاءة أن هم ميلوا الاستاذ على الآخر أنت النهاردة غياب عنك 14 لاعب يعني 14 لاعب مين محمد الشناوي بدر بنون أيمن أشرف أكرم توفيق حمدي فاتحي عمر السلية برسي تاو حسام حسن محمد شريف عمار حمدي صلاح محسن محمد محمود محمود متولي وأخيرا محمد عبد المنعم 14 لاعب غيبين عن النادي الأهلي النهاردة وبتكسب وبتلعب بالروح دي وبتكسب منتيري المكسيكي يعني أنا شايف برضو أن فرقة منتيري نزلت مستسهلة الماتش الأخبار هم تاريخيا التاريخ بتاعهم أعلى مننا علينا فهم نزلين أن احنا هنكسب خاصة أنهم عارفوا طبعا أن فيه غيابات في النادي الأهلي النهاردة كمان في الملعب فيه تلاتة بس أساسيين في التشكيل الأساسي اللي هم لعبوا مثلا أكتر من خمس مباراة على مدار الموسم اللي هو علي معلول أفشا أليو ديانج تلاتة بس الباقي كله بيلعب بعض الوقت بيلعب آه ماتش ماتش لا لكن أساسيين تلاتة بس في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي النهاردة فدي حاجة بصراحة فعلا المستحيل ليس أهلاوي مضبوط مستحيل ليس أهلاوي كتنس لي